اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه وافتتح بالحمد كتابه وجعل الحمد أول جزاء محلي نعمته وآخر دعوى أهل جنة والحمد لله الذي أحل المكاح وحرم الزنا والسفاح فقال سبحانه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وعن النبي السريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من زنى زني به أم أتدين كدامه وعن مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعنه عليه أنه قال ما زنى غيور قط وبعد فمن نعم الله على خلقه أن أغناهم عن الحرام بالحلال فقال سبحانه وأنفحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وعن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تزوج أحرز نسف دينه فليتق الله في النسف الآخر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وأشهد الله وأشهد من حضر من المؤمنين أنه على كتاب الله سبحانه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى محبة الصديقة المعصومة فاطمة صلوات الله عليها وعلى هدي الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى ما فرض الله للمسلمات على المؤمنين في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على ذلك كله بوكالتي عن موثلة زينب ابنة درويش ابن أحمد ابن سبت وبإذن والدها المكرم كلام إياك يا محمد زوجتك موثلة زينب ابنة درويش ابن أحمد ابن سبت على مهر قدره وعده بالعملة السالكة في بلدنا البحرين ألف وخمسمائة دينار وعلى أن تفرد لها سكنا مستقلة وأن لا تمنعها من إكمال دراستها العليا ومن العمل قبل زوجتها منك قبل زوجتها بك قبل زوجتها إليك قبل الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله بوخالتي عن موثلة زينب ابنة درويش ابن أحمد بن سبت وبإذن والدها أنكحتك موثلة على ما راضيتما عليه من مهر وشافر أنكحتها منك أنكحتها لك الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله بوخالتي عن موثلة زينب وبإذن والدها زوجتكها وأنكحتكها على ما راضيتما عليه من مهر وشافر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها صويلا اللهم اجمع بينهما خير اجتماعه وألف بين قلبينهما وارزقهما ذرية صالحة تتقل الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله اللهم وفض حاجة كل محتاج من المؤمنين والمؤمنات سيما من حضر هذا المجلس وصل اللهم على محمد وآل الظاهرين اللهم صل على محمد 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 صلوات رب العلمة المعصومين صلوات رب العلمة من الحسن صلوات رب العلمة من الحسن إلهي عجل فرجل والمعرس بير الله ويشيخنا بير الله ويشيخنا آسم الله ويشيخنا ويشيخنا مرحبا ويشيخنا شبا ويشيخنا ويشيخنا المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة